قطاع الزراعة هو القطاع الأثير والقطاع الأصلي اللي موجود في المحافظة واللي في ضلنا شغالين عليه السنين كتير جدا كعامل أساسي للاقتصاد المحلي في المحافظة ولكن الجديد أنه دلوقتي حصل شركات مع كيانات كبيرة دلوقتي مستقبل مصر موجود على أرض المحافظة وإن شاء الله خلال الفترة القادمة حيتم افتتاح صوبات اللهون على مساحة كبيرة جدا في المحافظة إضافة إلى مشروع آخر لمستقبل مصر على الطريق الشرقي حيتم إن شاء الله الانتهاء منه قريبا المنتجات اللي بتخرج من مستقبل مصر مش بس بيتم تسويقها خارجية لا ده هنا بيستفاد بيها أهل المحافظة وتم فتح منافذ علشان خاطر يتم بيع هذه المنتجات اللي بجودة عالية جدا بسعر منافس تقدر إنها توزن معانا في ضبط السوق وضبط الأسعار في السوق كمان عملنا شركات مع كينات عملاقة زي بيبسي ودانون وغيره من الشركات علشان خاطر نقدر إن احنا نورد لهم احتياجاتهم من سواء الألبان أو البطاطس عن طريق الزراعات التعقدية بالتنسيق مع هذه الكينات فقدرنا إن احنا نضمن للمواطن بتاعنا عقد ثابت وطلبنا منه إنه هو يدينا أعلى جودة وده بالفعل اللي تم على أرض المحافظة وشغالين عليه بقى أنه فترات كبيرة ولكن كنا بندور على الربط ما بين القطاع الصناعي والقطاع الزراعي فعلشان كده الحمد لله تم التصديق على إنشاء أول منطقة صناعية لتصنيع النباتات الطبائية والعطرية والحاصلات الزراعية على أرض المحافظة واللي حتكون على طريق الصحراء والغربي واللي حتكون على مقربة حوالي 2 كيلو من محور الفشل وحتكون على مقربة 2 كيلو من محطة القطار السريع فبكده نقدر إن احنا نضمن أفضل جودة وأفضل تصنيع للمنتجات النباتات الطبائية والعطرية اللي موجودة هنا على أرض المحافظة ونحول بنسويف إلى هب أو إلى تجمع لتصنيع وإنتاج النباتات الطبائية والعطرية والحاصلات الزراعية خاصة إن محافظة بنسويف تعتبر من أعلى المحافظات في إنتاج النباتات الطبائية والعطرية والحاصلات الزراعية خاصة في النباتات الطبية بنتكلم ان بيتم التصدير من محافظة بانيسويف ما يتعدى الاربعين الى خمسين في المية من اجمال ما تنتج مصر من النباتات الطبية والعطرية فكان مهم ان احنا نعمل هذا التكامل مع المحافظات المجاورة ويعتبر قطاع شامل الصعيد هو الاعلى في انتاج النباتات الطبية والعطرية والحاصلات الزراعية على مستوى مصر فاحنا بنعمل التكامل ده على ارض محافظة بانيسويف وبنعمله بالتنسيق مع محافظات المينيا ومحافظة الفايوم عشان يتم الانتاج عندنا هنا وفي نفس الوقت المنطقة الصناعية دي بتحي قرية صمصطة الجديدة اللي هي قرية من قرى الظاهير الصحراوي اللي كانت لفترة كبيرة غير مستغلة